اهلا وسهلا ورحمة بكم عدد جديد من الحصاد اليوم الاربعاء اثمين جوان الفين وواحد وعشرين ترجل المفكر والمؤرخ هشام جعاية بعد صراع مرير مع المرض راحل جعاية الذي كان اكبر من الحياة تاري كان ساحة ثقافية ازدادت بعد رحيله يطمن جعاية الذي ملأ الدنيا بغزارة فكره وفرادة منهجه وقلقه العلبي المتواصل لمست وفاة للراحل هشام جعاية سنقدمه اليوم في الجزء الاول من هذه الحصة في الجزء الثاني من حصتنا باش نتناولوا ارتفاع الاسعار والارتفاع المشط للاسعار هذه السياسة الجديدة التي بعتها الحكومة ارضاء لاملاءات صندوق النقد الدولي والتي تلقي بذلالها على المقدرة الشرائية للمواطن التي زادت اهتراءا مع جائحة الوباء غلاء الاسعار تدهل المقدرة الشرائية للمواطن سياسة التخلي عن منظومة الدعم وتأثيرات على الاستقرار الاجتماعي هو موضوعنا الثاني في الحصاد الليلة خليني في البداية نستقبل في هذا الجزء الاول كل من أستاذ الحضارة السيد سامي إبراهام مرحبا بك سامي والدكتور مولاد العقوبي مرحبا بك دكتور بعضا من سيرة المرحوم هشام جعاية في هذا التقرير ثم نعود انتقل إلى جول ربه عن مفكر والمورخ هشام جعاية عن 86 عاما فانعه كتاب واعلاميون في تونس والخارج والمفكر هشام جعاية من موليد 35 وتسعمية والف بالعاصمة عايش الاستعمار الفرنسي والحرب العالمية الثانية وعاش الفقيد في وسط عائلي تميز بالتنوع الثقافية جامعا بين السلك القضائي والسياسي أبا عن جدة فلا غرابة أن ينهل من جده الوزير الأكبر يوسف جعيط وعمه العالم الشيخ محمد عبد العزيز جعيط من مدرسة الصادقية بالعاصمة بدأ المفكر الراحل تعليمه ليتدرج في مسالكه بعاصمة الأنوار باريزة أين نال التبريزة في التاريخ عام 62 وتسعمائة والف قبل عقدين من الدكتوراه في التخصص الإسلامي بجامعة السربون وبعد عدة نشريات ذا عصيته شهرة ونبوغا واكتسحت أعماله الفكرية والأكاديمية تونس حتى شعت خارجها فالتقفتها تراجم المهتمين وأقبل عليها الطلاب والمريدون سمح ذلك للراحل بمراكمة تجربة متفردة ثارية بنيل درجة الأستاذية الفخرية من الجامعة التونسية حيث درس فيها كأستاذ زائر ثم انتقل إلى جامعات عربية أوروبية وأمريكية وبناء على كل ما سبق أثار جعية قضايا عدة حرك المياه الراكلة عربيا وإسلاميا فنبغ في كتاباته ومقالاته حتى ملأة الساحات والمنابر والمحاضرات وشغل أهل الفكر والثقافة فكرا وطرحا ناهلا من الإرث الإسلامي والعربية مقارعا ناقدا فكرة طبائع الاستبداد والاضطهادة قلما مميزا متميزا في عصره حتى نال بجدارة اللقب الأب المؤسس لدراسات الإسلام المبكر في الجامعة التونسية وفي آخر عهده كانت ثورة الحرية والكرامة التونسية المشعة داخليا وخارجيا فانتصر الراحل للربيع العربي كمحطة بارزة في حياته فرأس الراحل المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون بيت الحكمة بين سنتين 12 والفين و15 والفين كأول رئيس المنتخب للمجمع كما حاضر في عديد المناسبات حول الثورة وقيمها وأبعادها وبعد معاناة مع مرض عضال عانى منه خلال السنوات القليلة الماضية ادخل إثرها عديد مرات للمستشفيات فارق الراحل الحياة تاركا إرثا واسعا وجدلا لا شك أنه لن ينضب برحيله بل ببقائه مرجعا شاملا في التاريخ الإسلامي قامة رحلت لن تنهي جدلية الدين والسياسة في كتبه كما كتب في الفتنة الكبرى وشخصية تونسية متفردة في زمنها وسيرتها كما عنونا في السيرة النبوية عنوين وأزمات لخصها الراحل في أزمة الثقافة الإسلامية مرات خلينا نبدأ بتكوين ونشأة الدكتور هشام جعاية الذي نشأ في محيط متدين إضافة إلى أنه تكون أو درس في الصادقية ثم خرج إلى بريز هذا التنوع في تكوينه بين المنشأ الديني وهم على إشارة أنه هشام جعاية كان حافظا للقرآن الكريم هذا التكوين المزدوج سيكون له تأثير على شخصية هشام جعاية وعلى كتابته أولا ساعة قبل أن نبدأ حول الدكتور هشام رحم الله كل من أنار الجامعة التنسية قبلها وما زال الكثيرون ينيرون الجامعة التنسية ببحوثهم بعمليهم وبالسعي إلى تكوين فكر رائد في هذه البلاد يتميز في المنطقة المغربية بصفة عامة مقارنة بالمشرق ورب يشد في صحة لخيان وسادتنا اللي مازالوا على قيد الحياة أو تقاعده أو شيء من هذا القبيل بالنسبة للدكتور هشام اللي نترحم عليه اليوم بطبيعة الحال يعني في شخصيته نجد هذه الثنائية هذه الجديلة المكونة من طرفين تقريباً يعني الثقافة العربية الإسلامية التي تتشبع بها والتي كانت ضمن عائلته هذا السياق كامل يتميز بحضور الإرث الديني وبحضور الفضاء العربي الإسلامي في ذهنيته وفي حياته اليومية إضافة طبعاً إلى رحلته إلى فرنسا ودراسته هناك وحصوله على التبريز معناه في فترة مبكرة تعتبر هو أول من حصل على هذه الشهادة حسب علمي بطبيعة الحال هناك وجد عالم آخر نعرف اللي رغم أنه لم يتكلم الفرنسي إلا متأخراً كان يعني عارفاً بالعربية حتى تقريباً في سن الصباح بعد أن كبر في الثانوي بطبيعة الحال في الصادقية كانت حسب والسياق العام يجعله يطلع على تاريخه ولكن بصفة عامة دراسة التاريخ في الخارج يعني خاصة في فرنسا كانت تعني دراسة التاريخ الغربي ولكن ظل متشبثاً بأصوله بمنبعه تشبث علمي معرفي وليس تشبث لا إديولوجي ولا صنمي ولا غيره فأراد أن يقدم بحوث هامة جداً وكانت له دراسات استفدنا منها جميعاً أنا بش نعطي مثال معناه كان تسمح على أهمية الدروس متاعه الفصلة ذي نحب أن نذكره هذا بذلك أنا ما قلتش عن جعاية في مرحلة الأستاذية لأني درست في دار المعلمين العليا اللي ما كما درسش بها الدكتور هشام جعايت لكن في المرحلة الثالثة الكل تقريباً مثلاً شو تقول لك أنا قعدت خمسة سنين نقرع عنده غبت حصة واحدة تقول قايلة ليش معناها؟ على خاطر يفرض عليك أن تحترم الدرس متاعه نأكد لك نحن نعرفه ليكوره والأستاذة برشة أستاذة نتميزينهم لكن في العادة كيف تلقى درس تلقى المرجعية متاع الدرس كتاب اثنين ثلاثة معناها ثم حاجة خاصة في مرحلة الثالثة واحدة ينجم يتفطن لها بالنسبة لجعاية هذا ما تلقاش يعني كيف ندخلوا أولاً ساعة ما عندوش ساعة محد احنا نقرعوا ساعتين مثلاً تقع ثلاثة أربعة لا يعنيه الأمر ما يعنيش قلك لي نكملوا الدرس واحنا اللي بدأوا الحاضرين احنا بيدنا مساعدناش فالدرس عليش على خاطر الإحالات اللي يعملها الكتب اللي ينور بيها ثم المسائل التي يدرسوها مثلاً عام كامل للمسيحية عام كامل للإسلام الأول عام كامل لليهودية أنا واحد من الناس أعتقد وعندي اعتقاد راسخ أن الإضافة التي قدمها لي هذا الرجل ولزملائي الذين يشاركون يعني الدراسة عنده يعني لا تعتبر هيئة بالمرة نعم إنما كبيرة جداً نعم سامي منذ كان عمره 18 سنة عند تحوله إلى فرنسا كان لي الراحل تكوين استشراقي خليل يقول حتى أنه أثر في كتاباته وكان يقول أنه أعتمد التحليل الاستشراقي في جملة الكتابات وعاية كان خير مستفيد من الحركة الاستشراقية وخير أيضاً منتقد الاستشراق الأوروبي ويعتبره أن استشراق يريد أن يبرز عقدة التفوق الذي يتميز به الغرب على المسلمين شكراً على هذه الاستضافة بداية أترحم على أستاذنا ومؤرخ التونس الثاني بعد ابن خلدون كما أصبح يقال لا أريد أن أقيم ما يقال لكن هذا الذي يقال اعتباراً لقيمته في الدراسات التاريخية التي اهتمت بالإسلام المبكر وفي دراساته الفكرية الثقافية أترحم عليه وأعزي كل طلبته أعزي سي مراد يعقوبي وأنا أعلم أنه يكن له حباً كبيراً واحتراماً كبيراً وطالما تحدثنا حول دروسه وإضافاته وأعزي كل طلبته وزملائه الأساتذة وكل قرائه وتونس بأسرها وأنا على يقين أننا وهذا كتبته على صفحتي عندما نتخفف من السياسي اليومي ونعيد قراءة ما كتبه جعيد سنستفيد منه كثيراً بقطع النظر عن مدى اتفاقنا مع بعض التأويلات وبعض الاجتهادات وبالعودة إلى سؤالك يعني الدراسات التاريخية بين مقاربات ثلاث مقاربة تراثية تعيد إنتاج المسار التأريخي بتأليف جديد بتركيب جديد مع بعض الاجتهادات مع بعض النقد هذه المقاربة ليست مقاربة أستاذ جعيد مقاربة أخرى فيها مسج بين النقد التحليلي وبين النفس الإديولوجي مقاربة المادية التاريخية المقاربة التي تركز على بعض يعني بعض التصورات التي لها خلفيات اعتقادية إديولوجية ومقاربة أخرى هي المقاربة الاستشرقية كل هذه المقاربات تجاوزها أستاذ جعيد وإن كان مطلعا عليها مطلعا لهذه الدراسات على جميع هذه الدراسات وهذا يقوله هو يتحدث عن معرفته وإتقانه واطلاعه على كل هذه المدونة المدونة التراثية المدونة التي كتبت بنفسا بخلفية إديولوجية انتمائية أو بخلفية استشرقية تجاوز الاستشراق طلع الاستشراق وتجاوزه ولكنه استفاد من منهج الاستشراق استفاد من المادة المنهجية المعرفية التي وظفها الاستشراق لكن وظفها بشكل أخر وإن كان في بعض كتاباته يعني لم يخرج عن السياج العام للاستشراق النقدي لأنه استشراق مدارس الاستشراق في بدايتي كان استشراقا استعماريا هذا الاستشراق الغرائب الذي يبحث عن الأرض التي سيستعمرها يعني كان الاستشراق رديفا للاستعمار لكن في مراحل متقدمة هناك مدارس استشراقية أفادت يعني الفكر النقدي وأفادت يعني النهضة العربية ولا تزال تفيد الدراسات يعني المعاصرة واللافت أن الاستشراق لم يحتفي بالأستاذ جعيد لأن الأستاذ جعيد تجاوز المقاربة الاستشراقية ونقد الاستشراق السخيف هو يتحدث عن بعض الدراسات الاستشراقية السخيفة مثل مدرسة كراون هذه وما إلى ذلك ويصرح بذلك ذلك يعني الأستاذ جعيد إذا أردنا أن نصنفه ضمن مدرسة وأستاذ مراد عقوبي ربما أقدر مني على تحديد التصنيف هو ينتمي إلى المدرسة التاريخية النقدية التي استفادت من كل المعارف فلسفة، الأنتروبولوجيا، علم الاجتماع، الفيلولوجيا أحيانا ذلك يمكن أن نقول أنه يعني مؤرخ ناقد للوثيقة هو سامي إذا كان اعتبرنا أنه جعيد هذا المفكر المسكون بهواجس التاريخ وهذا المؤرخ المسكون بهواجس الفلسفة والفكر هل يمكن أن نقول أنه جعيد كان له مشروع فلسفي تاريخي متفرد في الساحة الثقافية العربية يعني نعم هو صاحب مشروع هذا المشروع قائم على ركزتين أساسيتين بين المقاربة الإيمانية التي لا تضيف الشيء الكثير ضمن التمثل التاريخي للإسلام المقاربة الإيمانية معروفة الإسلام دين سماوي له نبي وله وحي منزل وما إلى ذلك المقاربة الإيمانية وبين المقاربة الإشراقية التي تصدر عن إيمانية أخرى مضادة تريد أن تؤسس للمركزية الأوروبية والعقل يعني الغربي المركزي الذي انتقده جعيد جعيد هو بين هاتين الإيمانيتين إيمانية دينية وإيمانية استشرقية ذلك يعني مدونته هي مشروع ضمن تأسيس تصور نقدي للتاريخ يراوح بين الوثيقة وبين التحليل الوثيقة يستعين بالانتروبولوجيا بالفلسفة بالفيلولوجيا بعلم الاجتماع أحيانا بعلم النفس أحيانا وطبعا يعني قد لا نقره على كل ما توصل إليه توصل إليه صادقا لا خدمة لمرجعيات أو انتماءات أو تعصبات من أي نوع كان هو مثلا في أحد كتبه يقول يعني ملحل المقاربة الإيمانية تعني نهاية البحث التاريخي إذا أردنا أن ننطلق من المقاربة الإيمانية الدينية فهذا يعني نهاية لسهنك مبرر لبحث تاريخي لذلك علينا أن تكون لدينا الشجاعة لنغوص في هذه المدونة المحايثة للإسلام المبكر خاصة القرآن أن نشتغل عليها دون يعني مسبقات إيمانية علمانية أو إسلامية تراثية أو استشرقية وخاذ غمار هذا البحث يعني تمكن من تشخيص العديد من المساحات التاريخية كتابه الفتنة والكوفة يعني هي من الكتب النوعية من الكتب التي لا يستغنى عنها إذا أردنا أن ندرس الإسلام المبكر ويعني المرحلة الأولى من الإسلام هو كان نحب نفهم أكثر الكلام النظري اللي قاله سي سامي على أهميته خلينا ناخذ محاولة تطبيقية بينما كتب مثلا حول الفتنة وش بد الدكتور سامي على الفتنة ما كتب في الشرق حول الفتنة مثلا ذو ثلو كتاب تحسين الفتنة الكبرى وما كتبه شامج عاية حول الفتنة كان نعمل مقارنة ولو بسيطة حول ما كتبه جعاية وما كتب في الشرق حول هذا الموضوع بالذات مثلا أنا لا أعرف أن هناك كتابات كبيرة جدا حول تاريخ الإسلام الأول ومهمة بدرجة أنها تصبح مرة مرجعية بصراحة وهذا الكلام كان يقوله جعاية نفسه نذكر وقتا ندرسه في شخصية محمد عدنا عام كامل على رسول كرد عباس محمود العقاد تكتب على محمد تكتب على عبقرية محمد كيف نشوفه اللي تكتب عربيا حسنين هيكل هو بيدو خاطر أنا رأى خمسة سنين معناه مركز معه جعاية تعلمت منه الكثير وأدينه له بالكثير ورأى علاقتي به ماش قوية برش ولكن يعرفه يعرف اللي في كل كوريا القانية وبالتالي أعرفه جيدا ما يقول وما يكتب ونأكد لك اللي على الأقل ثلاثة من كتبه كانت هي دروس هو نفسه قالها كانت دروس حضرتها كلها وبالتالي يعني كيف تراها كيف يتعامل وغيره وقت يجي مثلا يحكي على النبي وللإسلام الأول جابنا مرة إحصائية قالوا نشوف في مكتبة الكونغرس مثلا كم كتب عن النبي بالعربية من قبل العرب قال وعطانا حتى العدد المتاحة والنسبة قليلة جدا أكثر ما كتب هي كتب من الشرق الأقصى الهنود باكستانيين الإيرانيين وغيرهم في العرب لا نجد الكثير من من كتبوا كتابة جعاية باش تتميز لأنه هو كشخص متحرر كثيرا جعاية عمري لم أتذكر أنه تصرف بطريقة إيديولوجية بتاتا يعني بالنسبة له الوثيقة كيف ندرسها مع عمق تاريخي كبير جدا رأوا تصور في درس معناها تبدأ معناها ندرس في ابن إسحاق مثلا نصل ابن إسحاق يرجع القرون خالية تلقى على طول الدرس ننتقل بين ديميزيل نلتقل بين القانون مع نابوليون ثم القانون المدني مع فرنسا يعني المقاربات والواهد تضعك في مناخ كوني في مناخ يعني كوني من حيث البحوث هذه العقلية التي تميز المؤرخ وهذه كان موجود عند جعاية هذا اللي هم أكثر معناها مقارنة أنا كيف نقارن مثل ما كتبه جعاية حول شخصية النبي وخاصة ما أعرف عنه عن قراءته للرواية ونقده للرواية من أفضل ما يكتب من النقد حول الرواية التاريخية خاصة من الرواية التاريخية الإسلامية يعني الإسناد وغيرها له معرفة كبيرة جدا بهذه المسائل وبالتالي الاستفادة منه أكيد وبطبيعة الحال هو كان في جزء منه كما قال الأخ سامي في جزء منه هو متأثر بالمنهجة ذلك ولكن يقوله ما يجب أن يقال ولكن في نفس الوقت كان ناقدا لبعض الاتجاهات الغربية مثلا اذكر حاجة أنا بدي ثبت منها قال بعض الكتب حول النبي لا نجدها في فرنسا إلا في كليل لماذا لأنهم يعرفوا يعتبرون أن الوحي هو مجرد مشكلة ذهنية وبالفعل لم أجد هذا الكتاب في فرنسا إلا في كليل يتطب وكيف طلع معناه كلام كما هكاية جاية تجيب عنه من غير ما تحس هذا الأهم وذي لازم أي مدرس في الكلية يتحلى بيه رو في نهاية الأمر المسألة مش مجرد بحث هكا عام بركا هو خلق عقلية متع تفكير وتحسوش أنه مثلا لنجم يأخذ موقف في حاجات اللي عندها معنى روحي كبير جدا مثلا عندما كنا ندرس القرآن نذكر في ندرس وقته في سورة النجم تحدث عن الوحي وحاجات من القبيل هذين هو نفسه قال قال بصراحة هو هذا كلمه قال بصراحة عندما أدرس هذه المسأل وأعود إلى القرآن هناك روحية معينة افتقدتها وأسترجعها هكا قالها حرفيا وبالتالي الأهم هو الجانب هذا هو الجانب الذاتي متاعه أنه لم يكن يغلب ولا إيديولوجيا ولا روحي وكان باحثا نعم دكتور جعاية تنتقد أيضا الإسلاميين واعتبر أنهم اهتموا كثيرا بالذواهر وما كان عندهم الفكر الإصلاحي العميق كما كان عند محمد رشيد الرضا وكما كان عند جمال الأفغاني وكما كان عند محمد عبده كما انتقد أيضا الحداثيين والحداثة في تونس واعتبرهم واعتبر أن هذا المشروع المستنسخ من فرنسا واللي قائم أساسا على التضاد مع ظاهرة التدين انتقد هذين الظاهرتين وكأنه يقف معتدلا بين هذين الأطروحتين هذه هو عندما انتقد التيارات السياسية لم ينتقدها لأنها سياسية هو انتقدها من زاوية أساسية هو يعني أحيانا البعض يعتبر أنه دكتور شامج عيط رحمه الله كان رجلا متعاليا وفي الواقع هو لم يكن تعاليه من باب يعني النزعة الارستقراطية التي ينتمي إليها هو كان ينظر بنوع من الازدراع لحالة الأمية والجهل التي عليها عموم يعني عموم الناس وهو يعتبر أن هذه الأمية تشمل حتى الجامعة هو يرى أن هناك جامعيون لا يقرؤون ولا يطالعون ولا ينتجون أبحاث علمية وأبحاثهم غير مسجلة والتيارات السياسية هي جزء من هذه الأمية العامة التي تحدث عنها عدة مرات بنوع من الازدراع ليسا الاحتقاري معتها للأشخاص أو للناس أو للشعب أو للوطن هو نوع من احتقال الجهل في حد ذاته وانتقد حتى الجامعة التونسية وقال عنها كلاما فيه شيء من القسوة ذلك ويعتبر أن هذه التيارات لا تنتجوا فكرا ولا معرفة فما بالك بالبرامج وأنا أتذكر تعليقه على تغيير النهضة من اسمها الاتجاه الإسلامي إلى النهضة واعتبر أن هذا عملية سطو ليس من حق النهضة في نظره أن تطلق على نفسها اسم النهضة والنهضة شيء عام والنهضة تعبر عن مشروع فكري فيه الإصلاح وفيه التجديد يعني هو كان يعيب على التيارات السياسية فقرها المعرفي فقرها في إنتاج المعرفة والإصلاح والفكر التجديدي الذي هو أساس البرامج لا يمكن أن يكون لك برنامج في الاقتصاد في الدولة في الاجتماع ودون خلفية معرفية هو كان يرى الخلفية المعرفية هي أساس لفعل سياسي جدي ناجع تقدمي ذلك كان يعيب على كل التيارات السياسية بما في ذلك الإسلام السياسي ونقده للإسلام السياسي فيه الكثير من الوجاه ويعني هم يجب أن يستفيدوا من هذا النقد لا يجب أن ننظر إلى هذا النقد باعتباره يعني نقد مثقف أو باحث أو جامعي في برج العاجي نقده في كتابه الشخصية العربية الإسلامية البعث فصل كامل في نقد مشروع البعث حزب البعث ومعروف أنه كان له ميولات بعثية كان يراهن على البعث باعتباره يعني قومة حضارية يعني نقد البعث نقد القوميين نقد اليسار نقد الإسلام السياسي في المنطقة نقد وجه نقده للنهضة في تورس واعتبر أنه يعني هذه الحركة يعني كأنه يقول أنه لا مستقبل لها إذا بقيت على نفس هذا التوجه يعني وهو نقد صادق ليس محمولا لا بتعصبات ولا تحيزات ولا انتماءات والدليل على ذلك أنه كلما وقع استضافته من طرف حزب من الأحزاب إلا ولب وحذر ندوى مع رئيس النهضة وكان هناك تناغم بينهما يعني الرجل ليس له يعني هل يمكن تصنيفه إيديولوجيا فكريا معناها وين النجم صنفه وين أقرب هل هو أقرب إلى الدولة الوطنية هل هو أقرب إلى الدولة البعثية هل هو أقرب إلى الفكر الإسلامي المعتدل وين نجم صنفه وين نجم الحقوق يعني هو رجل أكاديمي هو باحث في التاريخ النقدي أو في نقد التاريخ يعني هو مؤرخ يتبنى المنهج النقدي التحليلي الذي يدرس الوثيقة دراسة نقدية تحليلية هو رجل مستقرئ للوثيقة ومنفتح على المعارف التي تسند بحثه التحليلي وهو رجل عصي عن التصنيف الإيديولوجي لكنه محب لتونس المتحرر هو ناصر الثورة مناصر شديدة رغم أنه قبل الثورة أذكر له مقالا في مجلة المغرب الموحد يتشكك في إمكان قيام ثورة في ظل الأمية التي الضاربة أطنابها في البلد وكان يتصور أنه يعني التوجه الأصلاحي هو التوجه الذي ينسجم أكثر مع طبيعة هذه الشعوب لكن عندما قامت الثورة ناصرها واعتبر أن هذه الثورة لا يجب أن تعود إلى الوراء وثمن هالحراك الشبابي ودعمه وسنده بفكره وبرؤيته النقدية وليس هناك أي تصريح للدكتور رجعيت رغم نقده للطبقة السياسية ولتعثرة الثورة لا يعرف عنه تعليق واحد يشكك في الثورة أو يعتبرها انقلابا أو يعتبرها يعني مؤامرة أو يدعو إلى النكوس عنها وإلى استعادة يعني المنظومة القديمة ومعروف والستاذ جعيت رأوا معتها كان له موقف بعد انقلاب 7 نوفمبر من أجل أوقف أمام حاكم التحقيق يعني هشام جعيت بجلال قدره يحقق معه يعني قاضي التحقيق من أجل ما نشره يعني هذا شيء غريب يعني وشيء بشع وتقشعر له الأبدان يعني رجل ليس هو رجل استثنائي كيف يقف أمام المحقق من أجل مقال يتهم فيه يتهم بسبب أنه يثير الشغب أو كذا أو له موقف يعني يدعو إلى قلب النظام ضمنا هذا الكلام قيل يعني نعم هو لعلا أهم ما يميز المفكر هشام جعيت عن باقية المفكرين العرب والمسلمين الذين يتبنون المنهج التاريخي في تحليلهم لدراسات الإسلامية مثل محمد ركون أو عبد ناجد شرفي هو اعتقاده الراسخ بأن الإسلام هو العنصر الأساسي في تكوينه في الشخصية العربية الإسلامية ويوفق دائما بين العروبي والإسلامي واعتبر أن هذا الإسلام لم يوجد للعرب فقط بل هو دين عالمي قبل ما نجاوبك نحب نتفاعل مع فكرة يعني المضايقات التي تعرضوا لها بتباع المقال متاعه معروف بوين دامبخ ونقاط مظلمة أو شيء من هذا القبيل واللي كيف تنشر معناها استفز السلطة وقتها الموجودة رغم اللي كانت في بدايتها يعني سلطة البنعلي وكانت الناس كلما معناها أمر غريب معناها أن يكون مستفز رغم اللي قال حقيق قارة وبرقيبة قبل كان ممكن معناها الناس تسكت خاطر كيما يقول هو ثم سقاء استوغيك ثم ملحمة تاريخية بتاع استقلال قادها وكذا تقول لكن بنعلي ما عنده شيء ما نجموش نقوله رابا بشي نقض البلاد إذا كان ما قدمش حاجة وثم شبه نكتة هي ما هي واقعية وقت لي وقفوا بشي معناها في التحقيق قالوا له انت كيفاش تقول هذا بربيع ماشي يا مولاد سبعة وثمانية وثمانية في البداية معناها ما تذكر معناها حتى المقال كانوا جاء خارج السياق المهم سألوا حاكم التحقيق قالوا شبك تقول في الكلام هذي قالوا أنا فيلسوف شتحبني نقول نجمو قول كان الكلام هذي يرا بالتالي موقفه كان ديما موقف معرفي ومو تعالي على العمل السياسي هذا أضر بهيشا مجعاية كثيرا لأنه بقي مهمشا في الجامعة وبقي مهمشا في مجال البحوث والتأثير وما إلى ذلك لم يمدد له بعد التقاعد وهذه أنا خطر نهارة اللي لم يمدد له أنا مشيت الوقت كنت أخدم معاه في التارس في البداية ولكن نذكر نهارة لي قال لي يراه ما نجمش كامل معاك لأنني سأتقاعد أنا قادت مستغرب معناها وبعد نسمعه اللي فماش كون هو قال له قدم ونظيفوك سنوات وحاجات من القبيل وكان الهدف إذلاله هذا يتصرف متاع دولة حمقى عندها للأسف ناس أخرى تدافع عليها من الأكاديميين كثير من الأكاديميين كانوا لعب في أيادي بن علي هما لليوم معناها ما زال يعني لا نقارن بين هذا وذاك وبالتالي قعد عمره كامل هذاك بطريقة هذيك هذي خلا ثم نقيسة كبيرة بالنسبة للجعاية أنه لم يكون جيلا شو معناها مدرسة شو معناها مدرسة يعني يعمل معناها ثم جمع للناس اللي خدمت معاه واحد عدد كبير لو خدمنا معاه أنا حالا ما كملتش معاه أما ثم برشة زملاء وزميلات كملوا معاه معناها أعرفهم الآن ندرس بالجامعة معناها حتى علاقة بعضنا بينما لو كان وجعيت ما كان لشي نجم يضم المجموعة هذه لأنه مثلا لا تقع له تسئيلات في الحصول على منح ولا تكوين مخابر ولا تكوين وحدات بحث ولا غيرها فكان تقريبا مهمشا تاميشا ذكرت عليه بمواصلة العمل وتعميق العمل نفع كثيرا من عمل معه ولحد الآن كيف نتناقش وعطاهنا مع بعضنا نلقاه ثم خط نظم ثم رؤية يعني نقدية معينة للتاريخ والمصادر ونلقاه مواقفنا متشابهة رغم أننا مختلفين كثيرا إيديولوجيا هذه الحاجة الإيجابية أنه الإنسان يخرج وقت يفكر في التاريخ يفكر في الوثيقة يفكر في استنطاق الماضي يخرج من ضيق الإيديولوجيا والسياسة إلى رحابة أخرى هي رحابة البحث العلي وبالتالي ينجم ياخذ موقف وقت اللي يتأدي الوثيقة إلى ذلك ويقوله ثم البعض اليوم مثلا يجي يقولك هذي لا ضد فلان هذي سذاجة طفوليات هذي ولا واحد يجي يقولك لم يكن مؤمنا أنا مثلا واحد من ناس نعرف أنه مؤمن لكن العنصر هذي مش أساسي في علاقتي به ثم شواهد نعرفها شخصيا بينه وبينه نعرف اللي شخص كان مؤمنا كثيرا وذي مش حاجة شخصية ره حاجة يعرفه الكثير وثم برشة نقاط كان نذكرها في الدارس كان نذكرها معنى هتدل أنه بالله سمحني بس أذكر واحدة منها مرة في إكسبوزي كان ثم موضوع على شخصية محمد فزميننا اللي كان يقدم كان يقول يقوله محمد في القرآن الكريم وأعادها عدة مرات في العارض وذي في التبريس بعد ما كمل جايت ثم فقرة للأسف ما نحفظهش لكن مكتوب عندي يعني دي ما نكتب معناه المهم قالوا يا كيفاش قالوا يا أستاذ لا نقوله يقوله محمد في القرآن الكريم لأن في القرآن لغة أخاذة واستبطان لماذي لماذي سامي عميق جدا ووعي بالخلافات الدقيقة بين الفرق المختلفة لا نجد فيه أي خطأ قالوا بالتالي هذا يطرح سؤال وأشار له للكتاب تضحية بالأمضاء اللي كاتبه مؤلف مغرب بشي يقوله ما الذي يفسر إذن لماذا محمد تخلى عن أمضائه عليش مقرش الكتاب بهذا متاعي هذا ما يعنيش جدا أنه معناها شيخ طريقة أو شيء من هذا القبيل محاكمة جعاية اليوم على أساس أنه مؤمن أو كافر هذه رأيته فوليات هذا خلى أرث بحك الكريم خلينا ننهي مع سامي في هذا الموضوع إذن سامي تقريبا هشام جعايت حسما فهمت أنه ظلم كثيرا ومظهر من مظاهر ظلم أن الجامعة تونسية التي كان أحد أعمدتها لم تكرمه إلا بعد ما كرمه المعهد العربي في 2018 تقريبا بعد الضغط منه خلينا نقوله كيف يمكن اليوم أن ننصف هشام جعايت على قلب بعد رحيله وتعرف أنه حتى رئيس قيس سعيد بعد عام ونص ولا أكثر من عامين من توليه السلطة لم يستقبل قامة مثل هذه القامة لم نشهد إلا نعيا بسيطا من لدن رئيس الجمهورية كيف يمكن أن ننصف هذا الرجل وهذه القامة العلمية يعني بداية هو الدكتور هشام جعايت رحيمه الله دخل يعني القصر الرئاسي قصر الجمهورية قبل أستاذ قيس سعيد الرئيس الحالي وحاضر في هذا المكان في هذا المكان الرمزي بمحذر طلبته وأساتذة من تونس من خارج تونس بحضور سفراء ووجهاء يعني الفكر والسياسة وتفاعل معه الجمهور هذا يعني وواكبنا يعني هذه الندوة كذلك يعني استقبله رئيس الباجي قيد سبسي رحمه الله هو والسما بالوسام الأول استقلال يعني وقع انصافه ولو بشكل رمزي وتقلد بعد الثورة يعني رئاسة مجمع بيت الحكمة اليوم كيف نكرم سيد هشام جعايت يعني نكرمه أولا بإخراجه من هالتجاذبات الطفولية الصبيانية التي تحدث عنها استاذنا سي مراد عقوبي يعني هشام جعايت ليس معنيا بالإيمان أو اللا إيمان لا يدافع عن الإسلام ولا يعارض الإسلام هو باحث مؤرخ يحاول أن يفهم الدين في التاريخ لا يعنيه الدين في الجانب العقائدي يعني الاعتقادي الشخصي يعنيه كيف اشتغل الدين في التاريخ وصنع دولة وصنع مؤسسات وصنع حضارة وأعلام وأداب ومدونة مترامية الأطراف هذا الذي كان يعنيه ذلك تكريمه يكون من خلال الاطلاع على مدونة والاحتفاء به بحثا ودراسة وتسويقا وتعريفا والسير على منهجه لما لا يعني اليوم نحتاج إلى دراسات أكاديمية حول إنتاجه وأن نمحسها وأن نستوعب أطروحته وأن نفم شخصية هذا الرجل ثم يعني هذا الرجل يعني له لطائف روحانية إيمانية هو يعتبر أنه في كتاب الشخصية العربية الإسلامية أنه أقرب إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام من يعني مسلمي القرن الأول والثاني الهجرة ويتحدث عنه باعتباره الروح التي تسري يعني له لطائف له روحانيات يعني هي على هامش البحث لا تعنينا يعني لا يعنينا أن كان مؤمنا أو غير مؤمن أو درجة إيمانه وما قاله ولو يعني مصادم للمسلمات الاعتقدية أو ليس هذا ما يعنينا الذي يعنينا منهجه التاريخي وهذا ينطبق على غيره الأستاذ محمد الطالبي له أشياء معتها تستفز الشعور الديني لكنها هامشية أمامها مثلا المقاربة السامية هي مقاربة سراتيجية على المستوى البحثي يمكن أن تبنى عليها أطروحات وتصورات وأصلاح ديني يعني الذي يهمنا كيف يعني استنبط دكتور هشام جعيد من هذا الكم المنهجي نهجا في البحث التاريخي نعم شكرا لك أستاذنا سامي إبراهام شكرا لك دكتور مراد يعقوبي تقرير حول موضوع الجزء الثاني من الحصاد حول غلاء الأسعار وانهيار المقدرة الشرائية ثم نعود رفعت الحكومة يوم أمس في سعر السكر الموجه للاستهلاك العائلي بنسبة 22% في خطوة تستهدف خفض العجز المالي ضمن خطة إصلاحات اقتصادية تشمل تقليصا تدريجيا للدعم فقد سبق ارتفاع سعر السكر زيادات أخرى في تعريفة الماء والنقل والمحروقات والحليب وقد سرحت المديرة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة فضيل الرابحي بأن قرار الترفيع في سعر مادة السكر العائلي جاء في مجلس وزاري منذ شهر مارس الماضي موضحة بأن السكر المادة المدعمة في جزء منها تتسبب في خسائر للدوان التونسي للتجارة من 540 مليون دينار زيادات لم تلقى استحسانا من الجميع فقد اعتبرها خبراء اقتصاديون بأنها خطوة ارتجالية وغير مدروسة فالأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي أرام بالحاج بيّن بأن الحكومة التونسية أقدمت على إقرار زيادات مشطة في الماء والسكر والنقل وزيادة أخرى منتظرة في المحروقات لإثبات حسن نواياها وتسهيل عملية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وأضاف بالحاج أن حجم الزيادات مخيف موضحا أن قيمة الزيادات الأخيرة غير مدروسة مفسرا بأن وجود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي سرع في إقرار الزيادات بشكل ارتجالي وفق تقديره الاستشاري في استراتيجية الاستثمار صدق جبنون سرح بأن الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة في أسعار بعض المواد الأساسية والاستهلاكية جاء جزء منها نتيجة تفاقم العجز بميزانية الدولة الذي تجاوز 10.5% فيما كان جانب آخر منها مبرمجا وهيكليا وبين جبنون أن للحكومة اتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة هيكلة صندوق الدعم نظرا لعدم استفادة المواطنين بشكل مباشر من عديد المواد والتي تساوي 6 دنانير في الثلاثية لكل حريف أي 2000 مليم في الشهر بالإضافة إلى إقرار الزيادة في تعريفة النقل العمومي وفق ما أكده وزير النقل في جلسة عامة بالبرلمان المعهد الوطني للإحصاء كان قد سجل ارتفاعا في نسبة التضخم والتي بلغت عند الاستهلاك خلال شهر أفريل المنقذي مستوى 5% مقابل 4.8% في شهر مارس وفسر المعهد عودة نسبة التضخم إلى الارتفاع مجددا في تسارع نسق زيادة في أسعار المواد الغذائية إلى 4.9% مقابل 4.1% إلى جانب ارتفاع أسعار منتجات وخدمات الصحة من 8.8% مقابل 8.1% والنقل من 2.1% مقابل 1.3% من شهر أفريل ومارس للسنة الحالية بالمقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارتة الترفيع المشط في عديد المواد والتلويح بمواصلة هذه الزيادات وانهيار القدرة الشرائية لدى المواطن هي ضريبة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتمشي ممنهج نحو رفع الدعم فهل تلعب الحكومة بنار الأسعار وترفع من دعم المواد الأساسية؟ خليني الرحب في بداية هذا الجزء الثاني من حستنا بسيد ريضا شكوندالي الجامعي والمختص في الشأن الاقتصادي مرحبا بك سيد ريضا أهلا وسهلا وسي لطفي ريحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك مرحبا بك سي لطفي شكرا سيد ريضا مرحبا بك خليني أولا نحكي أن سيد ريضا تقريبا كل المؤشرات اليوم تدل على أن المقدر الشرائية اليوم في أتعص حالاتها وأنها مهترية وأنه ظاهر أن الحكومة لم يعد شيء يهم هذا الموضوع ذي الموضوع اعتراء المقدر الشرائية أمام تسارع وتيرة الغلاء الأسعار المنظمة خليني وحتى الأسعار المدعمة والله في الحقيقة يعني الموضوع محير جدا نحن نلاحظ تقريبا انهيار الدولة أمام هذا الانفليتر على مستوى الأسعار من ناحية وعدم القيام بالأدوار الرئيسية للدولة خاصة على مستوى المراقبة والدور الاجتماعي والدور الاقتصاد سيد ريضا نحكيه حتى على بعض المواد التي تسعر فيها الدولة نحكيه على السكر نحكيه على الماء نحكيه على النقل العمومي نحكيه هذه أسعار أسعار تتحددها الدولة نعم نعم يعني الدولة من المفروض أنها تقوم بالدور الرقابي انتحها وهي مش قاعدة تقوم بالدور الرقابي يعني يوميا تمشي انت المساحات الكبرى تلقى معناها مواد بين ليلة وضوحها سياسة أسعار معناها تزيد مش بالمئة ومئتين تزيد بالدينار والدينارين وبالثلاثلاث يعني كتشوف انت لحوم البيضاء وتشوف انت الغلال والخذر يعني هذو ما ليمسوا حياة المواطن الفقير ما نحكيهوش على الطبقة المتوسطة يعني توه انت المواطن للطبقة المتوسطة ما عشخلت حتى على اللحوم البيضاء وقالي كانت اللحوم البيضاء الملاذ للطبقة الفقيرة نعم يعني في كل المواد وتوه نسمعه بي حتى في المواد اللي هي كان على قليلة متمان وهو أنه الدولة راهي واقفة بجانب المواطن التونسي نشوفه حتى الدولة قاعدة تتخلى على هذا الدور الهام اللي قاعدة تلعب فيه الدور الاجتماعي كذلك قاعدة تتخلى فيه الدولة لأنه المواطن التونسي حسب الدستور دستور شيقول الدولة تتكفل بتوفير حق معناها للمواطن التونسي معناها حق الصحة والحق النقر والحق التعليم المجاني هنجي نشوفه تواه الدروس الخصوصية ونشوفه المدارس الخاصة اللي عليش ماشيت لها العائلات من خطر ما تلقاش في الخدمة الاجتماعية على مستوى التعليم يعني الأدنى ما تلقاش لأنه حتى الأستاذ تواه بيتهرى المقدر الشرائيان تواه ولا يقول كان نحب نعمل دروس خصوصية عليش لأنه معناها المقدر الشرائيان تواه تهراته وبالتالي هو يبحث عن ملاذات أخرى ولكنهم يعملش هو يقري حتى ربعة معناها البرنامج على مستوى المدرسة العمومية والباقي يعملوا في الدروس الخصوصية هو بشي يزيد المدخل خطر المقدر الشرائيان معناها تراجعت المواطن التونسي يصرف هو في التعليم يصرف الصحة خطر يمشي للسبيتار مش بشيق الخدمة الاجتماعية اللايقة يمشي لكلينيك كذلك معناها ما عاش بالشلقة الخدمة ملقاش كذلك الخدمة اللايقة على مستوى النقل يعني على وسائل النقل العمومي يمشي يخو الكرهبان ويعبيها بالليسانس وليصرف هذا كله هو تخلي دود الدولة على دورها الاجتماعي والسياسات والاقتصاد الدور الاقتصادي هو أن الدولة منذ الثورة قاعدة تنتهج في سياسات قاعدة تزيد وتلهف الأسعار يعني كنقوله احنا مثلا السياسة النقدية الحاضرة اللي قاعدة مشي فيها الدولة الدولة معناك نقول الدولة مش الحكومة فقط يعني بالمؤسسات نتحل كل ما فيهم البنك المركزي يعني وقلت زيد أنت في الآن في النساب الفايدة ما يكلفها إضافية بالنسبة للمستثمر اللي قاله المستثمر هو يلجأ إلى الاقتراض بشي مول استثمار نتعوه وبالتالي يعكس زيادات هذوك على الأسعار كيف كيف كي تمشي أنت في سياسة الصرف المارينة وتراجع عن تقيمة الدينار التونسي تيمون المؤسسات الاقتصادية في تونس تورد التجهيزات وتورد المواد الأولية بأثمان عالية بطبيعة الحال باش تزيد في الأسعار نعم وبالتالي هنا أنا نسميه بما يسبم معناه باش بين قوسين هو انهيار الدولة نعم انهيار الدولة على مستوى الاقتصادي على مستوى السياسات الاقتصادية على مستوى الاجتماعي وهفاية لا تقوم بدورها المناطم بعضيتها حسب الدستور في الصحة وفي التعليم وفي النقل وكذلك الدور الرقابي وخاصة وأنه تقول أنهيك تحكي انتي مع المسؤولين في الحكومة يقول لك ما عنديش العدد الكافي من المراقبين هكذا تقول انت عندك عدد كبير انت موظفين المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تقولوا عني عندك بي كبير انت موظفين تضخم عنا في عدد سبعمائم يعني المشكلة تعيش نوع مشكلة حوكمة حوكمة معنا إعادة انتشار الموظفين معنا مشكلة عدد الموظفين زيادة اليوم تقريبا في السكر اليوم داخل تحيز التنفيذ 250 مليون فرد يعني 22% نسبة زيادة زيادة هذه مدرجة في ميزانية الدولة زيادة المدرجة في بالي 100 فرنك علش 250 معناها زيادة هذه نزيد 100 و بعد 100 مقبولة نزيد 200 250 24 السكر اليوم السكر كان بـ 150 ديوان التجارة خذها بشيخ مش ربح كبير وتعون نشوفها كيف كان 150 ولا 14 بالنسبة للسكر السيء معناها نبشر 2 السكر ابتداء 2 مليون ولا 14 مية السائب السائب السابة معناها السابة اللي مش موجودة طبقا كان لومبالي بتاع ديوان تونس التجارة اللي تاوي 15 مية كنشوفوا نحنا 11 150 السائب وتبيع فيه نشير فيه 15 متاع ديوان تونس التجارة معناها ثم زيادة 350 على لومبالاج زيادة هذي كله ب14 ونزيدوها 350 بشتولي 17 150 المعدل العالمي في السكر 15 180 هذي حسب تسريحات وزارة تجارة ما عنها السعر العالمي 15 بالجملة والسعر اللي قمت وزارة تجارة معناها عندها ربح على السعر العالمي اللي موجود ديوان تجارة السعر الصرف متاع دينار الحالي الموجود كان يزيد يتراجع دينار راي مش زيدي على بالطبق هنا زيادة هذي راي مش بالسكر برك السكر هو البني الولاني اللي بيش تزيد عليه كل شي جميع المنتوجات اللي تستعملوا السكر بيش دي عليا هو زيد عند الصناعيين ما زاد عند المستهلكين السكر ما زادش عند الصناعيين بالطبق معنا ما زادتش الدولة للصناعيين الصناعيين راي عندها مكونات معنا ناس خريب بشديد على الزيادة هذيك أخي فما استشارة واقعت معناها قبل الزيادات هذي يعني شاور نحنا ما نشاور نحن نحن كامل نظمة تونسية رشاد المستهلك سمعنا بالزيادة كيف كنت كما الماء زيادة رو زيادة بتاع الماء تتنزل هي هي تونس بصدد التفاوض اشتركتانا بصندوق النقد الدولي معناها هي خطوة لإثبات حصن نية السلطة والضحية هو المواطن معناها نزيدوه في النقل نزيدوه في المحروقات معناها بخمسة في المياه معاش بواحد فاس خمسة نزيدوه في الماء معناها بصيفة فوجية نهبطه في رايد الرسمي أنه ثم زيادة في ماء الشرب نزيدوه في السكر بـ 250 زيادة معناها كذا دون اعتبار لكل أسف وهذا الكل معناها باش نوريه حصن نيتنا احنا أمام صندوق النقد الدولي ثم ما نأخذوها القرض المحنول معناها في الأخير معناها عشرين في المئة بالنسبة للسكر لكن ومحنون بالنسبة للماء يعني نصف مستحقة للقرض لكن المستحقة معناها ما غير دراسات اجتماعية ما غير ما تشوف المواطن قابل أو مش قابل ينجم يتحمل ومش يتحمل هذه الزيادة هذه كما يقول يزادوا النقل تحس الخدمات وزيد نفس الخدمات ونعملوا زيادة تقريبا تصبح حتى ثمانتاش وعشرين في المئة في بعض التذاكر بالنسبة للماء الزيادة أكثر مصق ثلاثين في المئة الماء صارح الشارع تراوحت بين ثلاثة فاصل ثلاثة وثلاثين في المئة لكن كنا قراءوا في الزيادات نلقاوا البالية الأولين من سفر العشرين متر مكعب موقعش فيه زيادة مع العلم هنا المعدل استهلاك التونسي مئة واربعين يترا يوميا معدل استهلاك التونسي يوميا مئة واربعين لترا معناتها سفر عائلة كنشوفها تتركب ثلاثة أفراد تستهلك سبعة وثلاثين متر مكعب معنات البالية الأولين ما تمسوش شكل البالية الأولين يستنفع به اللي عنده ما كاتب المحامي اللي عنده ما كاتب الكل يستهلك في البالية الأولين اللي ما تزيد البالية الثانية من 21 ل 40 متر مكعب زيت بنسبة 33% كان 495 ولا 665 والبالية الثانية من 41 ل 70 اللي هو العائلة تستهلك العائلة من خمسة أفراد تستهلك حوالي 63 متر مكعب زيت بنسبة 30% أنت كيف تزيد وتحافظ على القدرة الشرعية المستهلك ما تزيد في البالية الثانية والثالث زيت في الخران اللي يستهلك أكثر من 500 أو لولاني أنا لتعلم الخراني اللي زاد 13.2% ولولاني ما زادوش بالكل هو راه هو راه حتى كان يزيد في الخراني بالكل وهما تقريبا الشركات أو المصانعين اللي هي تستعمل كميات كبيرة طرح بش يعملوا بش يزيدوا في الأسعار بش يأكسوا في الأسعار يعني كلمتاك صحيح المواطن التونسي والعائلة التونسية تكتوي بنارين بنارين النار الأولى هو التأثير المباشر على مستوى الأسعار هو بش يزيد منها سناعة بش يزيد منها منها وغير المباشر الفاتور أنت عن ما كي تزيد على مستوى السناعين بش يزيدوا لأسعار الكل وبالتالي رأوا معناها فيما فينومان اللي قاعد يقع طوال وقت الحاضر وتحملوا المواطن التونسي بصورة كبيرة رأوا بش يكون كاساته ونعي سيئة جدا على المواطن التونسي علش لأنه ما زال عندك سلسلة كاملة رأوا متاع زيادات لأنه كنت عملنا الفرضية نتاع الأسعار العالمية للنفط هي 45 دولار تعرف كل زيادة قد ايش كل زيادة بدولار الخسار عن ميزانية الدولة تعطينا 129 دولار كي تعمل الحسبة في 25 يعني بين 45 دولار و70 دولار رأوا في 3200 مليار شكوم مش يتحملهم هذو كالكامل لكنني نسلك بلاي أنا سيد ذا وقت اللي حكينا وجيت تنتي سياتك لني وحكينا على ميزانية الدولة والفرضية هذه فرضية 45 دولار وقت اللي الأسعار العالمية وقتها في تور السعود وفي ديسمبر 52 وقت دولار برمين واتن تونسي يتحمل غلطة الحكومة في أعلى مستوى التقديرات يعني شكوني غلط في التقديرات والحكومة في عوض بش تعمل تقديرات جيدة على مستوى الأسعار العالمية للنفط يعني تعمل تقديرات سيئة والنتيجة شنو النتيجة أنه الشعب التونسي هو اللي يخلص الفرضية الثانية واللي هي تتوى ما هيش مش تحقق جملة واحدة وهي نسبة النمو والاقتصادي 4% علش لأن الثلاثية الأولى من هذه السنة حققنا نسبة نمو إلا 3% وعادة الاقتصاد التونسي يبدأ في أفضل حالته يعني ديما نشوف الثلاثية الأولى ديما هي أفضل الثلاثية على مسوى السنة كاملة إلا 3% محققناهش منذ الاستقلال وبالتالي معناه مش نحق 4% هذا من الصعب جدا خاصة وأنه أن نسبة النمو الاقتصادي كانت يعني الفلاحة هي اللي تعطيها الدفع ولكن المرة هذه بالنسبة الثلاثية الأولى لسنة 2021 الفلاحة سجلت نسبة نمو سالبة ب6.7% الفلاحة الفلاحة وبالتالي كيفاش مش نحق هذا 4% تعرف كما نحقوش 4% ما شيقع الموارد الجبائية باش تنخفض والتداين الخارجي باش يزيد والفاتورة في آخر المطاف سوف يدفعه المواطن التوصي سينة تفتال تأكيد تأكيد الكريم كنت تقبل لك على الرجل على المساحات الكبرى اللي تعرف هامش الربح متى المساحات الكبرى يوسغ 70% لتطبيق هامش الربح أمامي وهامش الربح خلفي وهذا كل يدفع فيه المواطن على خاطر مسيبين نحن في التجارة الحرة ما منش بحدين أعلى ثقاف لهامش الربح وهنا الحلقة الأضعف هو المستهلك اللي قاعد يدفع بحب نرجع للصونات الصونات زيادة متاحة في ماء ياش تفسريني بعتلي حكاية المساحات الكبرى 70% نسبة هامش الربح ما جيش معناها هامش الربح عندها هامش الربح خالفي قدر ب30% ما معناها خالفي خالفي ما عندها قبل ما دير ستور وينحيهم للمنتج منتج عنده منتوج بيعفيف 10.000 يفاكتر له 10.000 لكن نحيله 30% من 10.000 يخلصه كان على 7.000 برك هذك هامش الربح خالفي ويزيده هامش الربح لامام اللي يقدر زاده ب30% هذهم 60% ويزيده تفياه اللي يرجع له يعني مشي في دفاع أكثر من 200 مليون هذا يوصل 70% شكو ندفع فيه انتي كتشوف نعطيك الأسوام بتاع بعض الأرقام بتاع المنتجات اللي تتباع وصل النعناع 185 دينار لكيلو الشيح الشيح مع أنت أسعار مشطة مشطة جدا والمنتج ما يتقلقش خاطئ يعملوا هامش الربح خالفي 30% يعمل المنتج يزيد في الأسعار ونحنا نعرف اللي جل الأسعار ما تترجمش الواقع تهيكة الأسعار عند الانتاج اللي هي مسايبة وعلى ذلك نحن نقول وراه التحديد أعلى ثقاف الهامش الربح هو مفصلي بش ننقض البلاد هذه وعلى ذلك كان منظمة تونسي الشهد المستهل كنحن مشينا للاقتصاد اجتماعي التضامني لكن المنافسة سيلوت في المنافسة ما تحدش ربما ما تتنقص شوي من الأسعار داخل مساحة الكبرى وقت المساحة الكبرى هنا تعمل كما أقول وحنا سعر معين ثم نحسه نحن كمستهلكين اللي ثم وثاق بالمساحة الكبرى تلقى المنتوج هو بيته يزيد 10 فرنك 20 فرنك على الأخر تلقى الأخر عمل البروموسيون في الشوكولاتة ولا في البشكوتو الأخر الجمع اللي بعد يعمل بروموسيون في حاجة أخرى تحسها نحن كم مستهلكين وقعدين نشوفه تحس اللي ثم وثاق وهذا مش ضد قانون المنافسة ضد قانون هو الهامش الربح الخلفي ضد قانون منافسة نحن رفعنا قضايا ومجل المنافسة قاعد من زل ما نظرش فيه مجل المنافسة الفرنسي خطى المساحات الكبرى على خاطر الهامش الربح الخلفي اللي هو معنتها مشكلة كبيرة للسناع خاطر قاعد تحت رحمة المساحة الكبرى وهو ما عندوش حتى خيار آخر كان بشي رفع في الأسعاء نحن تقولون نحن مشينا لاقتصاد الاجتماعي التضامن وعملنا تعاضي استهلاك قاعدين نبيع المنخرطين بتاعنا بقى أقل ب20% من الفضاء تجاري العام ما ليه المنخرطين تاكم معنا كيف المنخرطين تاكم متوما تبيعهم قانون تعاضي تقول هك عملنا تعاضي استهلاك وين موجودة موجودة في بارد وفي دوار هيشر وفي المنزه السادس وفي حدائق المنزه هذا أربع فضاءات حاليا قاعدين بأسعار من المنتج إلى المستهلك وهذا كونسيبت جديد سميناه حومة اللي حاولنا باش نخفض الأسعار خطر المضار بوين يلا الدولة ما تتحكم فيها كدل الأسعار من المنتج حتى تاجر الجملة هذا يتحكم فيها المضار في الخضر والغلال وغيرها ومساعات الكبرى تتحكم في الأسعار هذه فيها كدل الأسعار عن طريق لسنترال داشام تاحها وعن طريق لهم الشرب الخلفي هذو من الحاجتين اللي يخليوا الأسعار الكل فينا سقطة صعود ونلقاوا الغلال الموجود هذا نتيجة السياسة من الاقتصاد الرائع اللي قاعدين نشوفه فيه واللي قاعد يستغل في تعضوديات الانتاج اللي موجودة قاعدين موجودة على ذلك نحن عملنا الاقتصاد عملنا حومة تعضوديات استهلاك بيش نربطوا بين تعضوديات الانتاج وتعضوديات استهلاك بيش نتفع بهالمستهلاك نحب نرجع معك سيريدا لشروط صندوق النقد الدولي في هذه النقطة نقطة إصلاح منظومة الدعم ظهر أنه السلطة قاعد تستبق في شارج ويليا اللي ربما يكون يشهد الخطوة الأولى لإصلاح مظلومة الدعم بزيادة في الإصلاح زيادة هذا ما فهمها شنو لا أنا نحس بي أنه يحب ينحي أكثر ما يمكن من الدعم في إطلاع رفع الدعم رفع الدعم معتش إصلاح مظلومة الدعم رفع التدريجي للدعم ولكن التدريجي بسرعة كبيرة ما شاهدناش احنا في السنوات الفارطة يعني وكانوا هم مستعجلين فيه ساعة فيه ساعة يزمي تنحع ولم يقع دراسة التدعيات الاجتماعية نتعويضه بيش نعم نحيو الدعم معناش تعويض للدخل احنا شعرنا مواد الاساسية على مساوى الدعم 2400 مليار وعننا 400 مليار حسب التقديرات القديمة متاع الميزانية الدولة على مساوى المحروقات وعننا 600 مليار بالنسبة للنقل 400 مليار ما عادش 400 مليار لأنه هذه على أساس 45 دولار يعني طيوة شوف زيدهم 30000 شوف قداش الفاتورة ولد فهمتني الخطأ جاء من الحكومة على أساس على سوء التقدير على مستوى الأسعار العالمي للنفر ولكن كتقول أنا باش نعمل إصلاح منظومة الدعم الإصلاح هو منظومة كاملة يتقول الحكومة أنه أنا باش نصلح كيفاش باش نرفع الدعم ونوجه المستحقية هكا ولا ياه أنا ما بديناش في الرفع الدعم الموسط نسنت لثمرات على مستوى الأسعار المحروقات وهنا بدينا في رفع الدعم على المستوى المهاد الأساسية أعطيت شحويجة للمستحقية فمش شحويجة فيما أنت كي تعمل منظومة إصلاح إصلاح متكامل يعني أنت كي تزير ترفع في الأسعار تعطي مباشرة للمستحقية وشكون هم المستحقية هذو يخي المستحقين تعالفين وعجرة كيف المستحقين تعالف قدياش الدخل المتوسط بالضبط الفكرة دير مرة قلت أنه تراجع الدخل الفردي من 345 دولار تقريبا إلى حكاية 270 حسب الأرقام وارقام يزم 880 دولار بالنسبة لعائلة المتوسط يعني تشوف الأرقام وتشوف الناتج المحلي الإجمالي وتقسموها العدد السكان يعني الناتج المحلي الإجمالي لكل يساكن وهذا يعطيك تقريبا الدخل التونسي المتوسط طبقة المتوسطة تلقى في 2010 345 دولار للفرد تشوف تول قداش تول 2075 في 2019 بدون اعتبار التقهقر متى 2020 وزيدها متى 2021 معنا تلقى في حدود 270 حتى أقل يعني تحولهم بالتونسي تلقى في 2010 500 دينار الطبقة المتوسطة الشهرية المتوسطة في الشهر تقريبا وتوى 800 دينار لكن 800 دينار هذه الطبقة المتوسطة اي اش معناها انت تشوف الدراسات اللي قاعدة تاقعة توى على مستوى الدخل اللي يوفر للعائلة العيش الكريم وهو حسب الدراسة الخرانية اللي عملتها وهي دراسة غير محينة روى الأرقام المتاحة من 2019 2018 في حدود 2400 دينار 2400 دينار شنية ست ثلاثة مرات معناها الدخل المتوسط يعني طبقة المتوسطة معشخالت على الثلث متع العيش الكريم كريم ست تري دانجورو الفقر مشينا الفقر الفقر معناها طبقة المتوسطة من 2010 لل2021 نزلت بصيفة كبيرة تهاوت إلى طبقة الفقيرة وإحنا قاعدين نشوفوا فيها بالمحسوس أنه الطبقة المتوسطة ما عادش تمشي للأسماك واللحوم الحمراء ماشي للحوم البيضاء لحوم الحمراء نقص لسي لك من 11 إلى 7% بالضبط بالضبط وانتك تشوف الصفحات القطاعة الجامعيين كل مرة صبوا شهرية ولا ما صبوش ما كناش هذا هذه ما كانتش اللغة موجودة قبل معناها عشرة سنوات التالي صبوا شهرية ولا ما صبوش يعني نهار بحساب نهار بحساب والناس قادر تستنى في الشهرية يعني ما تفضل حتى فرنك وبالتالي معناها هذا مؤشرات حتى تبقى الموسطة تراجعت بعض الأرقام من 2010 كانت تقريبا 70% وليوم 45% أنا نقول لك المقدرة الشرائية للمواطنة التونسي حسب الكالكول اللي فما تراجعت أكثر من 80% هذا أقل شيء ونحس فيها كتبقة بتوسط حتى المسؤولين والحكومة حاسة بها عندها سياسة تقشف وقالوا أن الوزراء بشيرت شهريتين نصف الشهرية نتاحهم في شر أبريل مش قالوا شيعطيه نصف شهرية سيريدا معناها أبريل المسترج بشي صل لكن أنا أنا خذ قلت مع طوش هو طوش راه إن كان أنت الحكومة التونسية تريد أن معناها تطلب من الشعب التونسي أنه يتقشف وأنه يكبس ويعيش معها الأزمة لابد هي تحتي المثل ولا في المقاربة اللي قدمتها للأخرى قلت لابد على مستوى الإسهلاك العمومي لابد أن الحكومة التونسية تعطي المثل أنا نقول علش ما يقولوش الحكومة تقول مثلا الجيريات معنا التمتع بالتقاعد يكون كما المواطنين المواطن العادي علش وزير يخدم عامين ياخو رتريت معنا 100% والمواطن البسيط يلزم 45 سنة ويخلط على 60% المساواة بالناس الكل لأن تحب أنت كوزير تحدي شد مسؤولية يعني مسؤولية وطنية لابد أنك تعطي المثل في هذا مش أنت ماشي لخطر الفلوس ومش تمتع بجري التقاعد وباش 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 هذوما هذوما الأمثلة التي تنجم الدولة من خلالهم تكسب الثيقة عن المواطن التونسي وتقدم القدوة على مستوى معنى التقشف اللي كان هي ماشية في سياسة التقشف هو بتسمى حوكمة الموارد والنفقات أنا سميتها المقربة حوكمة حوكمة رشيدة على مستوى التصرف المال العام هو هاي ثم مثال آخر تعرف ما شكرا عنه من سيارة إدارية سيارة ليه على 75 ألف على 75 ألف سيارة إدارية يستهلك كل شهر 600 مليار من المزوط هذوما خاصة على مستوى السيارات وسائل المصارح زاد ب40% مش معقول وقت كميد وقت كميد الناس في ديارة سيارات إدارية 150 مليون ومتي مليون هذا غير لا مش معقول ولا يقبل لا ونحن في الظرف هذا قاعدين نجيبه نورده في الشيبس ونورده في العجيل ونورده في الماء من بره علاش قرار وطني عدم توريد أي منتوج له مثيله في تونس خلي مع مننا تخدم خلي ولادنا يخدم هو شوف هو اختانع من هذوما هذا حتى الاعيكاس المالي مش كبير برشا على مستوى بيزانية الدولة شكون اللي خلانا نوصل للوضعية هذي احنا كما هو بسياسة الصرف المرينة اللي أدات إلى تراجع في قيمة الدينار التونسي رأنا احنا اقتصاد مرتبط بالخارج على مستوى المواد التجهيز والمواد الأولية وكل حاجة نجيبوها تنعكسها لأسعار وبالتالي كيف تعمل انت سياسة مرينة لسعار الصرف وتأدت إلى تراجع في قيمة الدينار التونسي الوالدات لكلها تغلق تنتي السكر بيدو وخطر نجيبوه فيهم البرة وبالتالي شكون المسؤول يخي شعب التونسي هو اللي اختارها سياسة المرينة لسعار الصرف يخي هو قال تبعوها تبعوها كدولة وبالتالي الدولة لابد أن تتحمل مسؤوليتها في اختيار السياسات الاقتصادية لما تقول الدولة نمشي في سياسة هذه لابد أن هي تتحمل تبعات السياسة هذه على المستوى الاجتماعي على مستوى قفة المواطنة التونسي تقول أنا إلا كان باش نتبع السياسة هذه وباش تأدي إلى زيادة على مستوى الأسعار وتهرأ المقدرة الشرائية رأني أنا نضمن المحافظة على المقدرة الشرائية هذا مش موجود وبالتالي معناها الحكومات قاعدة تغلط من سنة إلى سنة والمواطنة التونسي هو لقاعدة يدفع الفاتورة بدون أنه يساهم فيها السياسات هذه وصلت في أكيد أنه زيادة هذه يشيكون عندها تأثيرات اجتماعية تأثيرات حتى على الاستقرار السياسي بالطبع تأثيرات كبيرة التونسي جاء التونسي ما عادش همه الوحيد كونه بشي أمل قوت ولاده ما عادش ناش بزيادات هذه في ميزانيته ومش موجودة 30% وكنت تحط في الماء أنت بيجي وكنت تحطها أنت في السكر كيف كيف وكل يوم قاعدين نشوفه وتأكيد الكليمكرا وزيادة في مواد الغذائي في مسحاك الكبرى تأكيد تكون يوميا 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 هذه نحسوا بها ونعرفوه أنت كيفش منتوج تتفاوض معه في أول عام في سعر معين في العام تزيده بالأربع من خمسة مرات هذه الهامش الربح الخلفي وهنا يزمها تق وهنا تحديده على ثقاف الهامش الربح روتوسي ما عادش عنده الطبقة الفقيرة تزادت برشة راهي ما عادش وكوفيد تزاد علينا أكثر من 300 300 ألف عائلة دخلت الفقر في الأيمات هذه بتاع الكوفيد الخرانية مع أنت شي كبير أنا أعتقد تشوف ما مغالطات قاعدة تاقة وأنا كرجل اقتصاد لابد أن يزم أولا القول بأنه نجحنا في مقاومة التضخم المالي التضخم المالي هو 5% في شهر 5% في شهر أفريل ولكنه في شهر قبله في مارس 4.8 يعني زادت شوية يلزم المستمع يفهم الوضعية هذه واش معناها أنت خفضت في نسبة التضخم المالي التضخم المالي شنو هو هو زيادات على مستوى الأسعار هي الأسعار دي جا عالية حتى كي تزيد بواحد في المية مش خمسة في المية سي دي جا ما عشي تحملها المواطنة التونسي لأنها وصلت إلى الأقصى على مسواة ما يسمى بمؤشر الأسعار على وتنى على ذلك الخمسة في المية ما عندها حتى معنى علش لأن المواطنة التونسي يقيمش المساحات الكبرى ويشد القفة نطعو يمشي يقضي راهم راهم يحسها على خاطر يوميا تقول عشب مش كانت هذي بدينار شبيها رجعت بلفو ميتين عشب لسكالوب تي مو كان برا خليطة البارح أنا بثلتاش شبيه اليوم بثلتاش غريبة أنا نعطيك أرقام واضحة منشورة من طرف المعهد الوطني للإحصاء هل القفة منطع المواطنة التونسي اللي هذي بيش نقيصوا بها خمسة في المية راهم لا تعني التبق الفقير والمتوسط في لا شي أوش يهمه البوطن للطبقة المتوسطة والفقيرة يهمه في الخضارة التازجل تعرف قداش أنا مو قالوا خمسة في المية نسبة التذخم هذه ثلتاش فاصل ثمانية في المية زيادة زيادة معنا نسبة التذخم مو قال احنا نجحنا والسياسة النقدي انتعنا وقال محافظة البنك المركزي ولانه لا أنومه بالمرة محافظة البنك المركزي لأنه مقيد يقعد يشتهد ويعطيه الصحة ولكنه هو مقيد بالقانون من الجمش يتصرف في القانون القانون شكونا عمله البرلمان ولا بد أن يتجاوز البرلمان ويصلح الأخطاء خاصة على مستوى السياسة الصرف وسياسة النقدي يعني كتشوف انت الدواج يعني الفقير تخليه ملجأ ملجأ الزوالي والخضر مواقب بهذا ما ينجم حتى الشكشوك وطرف واحد وكذا ويتغد ICD الدواجل تعرف قديش 11.7% يعني واحدة ثلاث فوا لتو دنفلسيون واحدة دو فوا دمي لتو دنفلسيون وبشنزيد لك على الدواجل سمحني 20% زيادة في سعر الشعير العلفي البارح نهار واحد 6 زيادة 20% الترجمة بتاعه هو في الدواجل في المنتوجات الناس كل تساعد هذه الزيادة تشوفها في الأسعار كيفية تترجم فعليا للمستهد لغة بسيطة وعليش نعمل في أرقام هكاكة ما عندها حتى معنا ونتكلم ونقول ونحن قاعدين عملنا إنجازات على مستوى مقاومة التضخم المالي والسياسة النقضية نتعنا وسياسة الصرف معناها سياسة جيدة ونحن قاعدين نقاوم في التضخم المالي وراه العبادي تحكي هكا السياسيين وهي المسؤولين روما يشدش القفة ويمشي يقضي في في يبعث الشوفير انت ولا يبعث شكون وكذا وميحسهش ما يعرفش قيمة الزيادات هذو هو المواطن التونسي الفقير وتوى حتى الطبقة المتوسطة والمعادش طبقة المتوسطة ما عادش واللي كانت فخر للتونس الخطر رائعا ليش كنت توسع الطبقة المتوسطة يعني هذا عنوان للسلم الاجتماعي يعني كي عندك انت 80% من الشعب التونسي طبقة المتوسطة وهي مترفها باهية وعايشة بدخل يوفر الحياة الكريمة هذا يعطيك نوع من الامن والاستقرار وميعملش احتقان اجتماعي وما يهددش الانتقال الديمقراطي وما يهددش النجاح السياسي وبالتالي انت قاعد تتقدم على مساوابنا الديمقراطية هو سيغلال ارتفاع الاسعار سمحني ما عندوش تأثير ربما بيحلان السوق الليوبي اللي قاعدة برشة منتجات اليوم قاعدة تصدر لها وهكاليش ربما نشوفه في اسعار البيض والدواجن وغيرها قاعدة ارتفاع ايه الدولة 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 اخي مواطن تونسي بيشد مواطن تونسي بيشد الحدود يقول لها ما تمشيوش التهريب هذا ما يسمى بالتهريب وهذا اللي زرقيمو اعتتهم المديرة العامة الالتجار الداخلية والمنافسة ايش تقول تقول راهو احنا عملنا زيادة هذي لها بيش نقلصهم الاحتكار في السوق باي دورك وانتي دورك اشنا ومو دورك رقابي بيش بيش تقاوم الاحتكار في السوق رانا هذا عملناه بيش نوجه الدعم لمستحقية اعطوش احويش المستحقية مستحقية قالوا احنا بيش نتصدى ولي ظاهرة التهريب اللي في الحدود على مستوى ليبيا والجزائر ايه كيفاش ما تصدى انتي على ما تخليش عليش تزيد في الاسعار عليش مواطن التونس يتحبو هو ليتحمل الفاتور عطا الشي هذا والتقليص ميناء الخسارة التي تكبدها الديوان التونسي للتجارة 540 والديوان اللي هو يخسر تيمو خاطر الحكومة تونسية مشات في سياسات تاع صرف غالطة على خاطر هو يورد في السكر ولو السكر غالي وبالتالي الشعب التونسي يجبو يتحمل مسؤولية السياسات هي مستحفظ على الصحن تاعنا ما تحب ناشل مرضو بالسكر في الأخير ايه السكر والملح عزوز اشنين الحلول المقترحة اليوم يعني اكيد انتما كمجتمع مدني عندكم دور اكيد الدولة ايضا عندها دور والدولة الاكبر بالنسبة له اكيد نحن كمجتمع مدني الحل مشينا مع قوة الاقتراح قوة تنفيذ برامج وعملنا برامج حوما اللي هي منظومة كاملة متع اقتصاد اجتماع التضامني وخفضنا في الاسعار بنسبة محترمة ومحترمة جدا بالنسبة اقتراحنا للدول عدم توريد اي منتوج لهو مثيله في تونسي وتحديد اعلى ثقاف لها مشغلها ما هوش معقول نحن نشوف هاي كتلا اسعار عند الانتاج بسوق ونشوفوها المستهلك بسوق راهي في المواد الفلاحية تتضعف بثلاثة واربع مرات الدولة ما تتحكمش في هي كتلا اسعار من المنتج الى تاجر الجملة حتى المرشي الجروه المرشي الجروه ما يدخلو لفلاحة يدخلو للمضاربين ويدخلو لصمسارة ويدخلو لناس اللي يتخذر والفلاحة ما يدخلو لمرشي الجروه ثمانية في المئة من فلاحتنا صغار المضارب يمشي له وهو قاعد مستحوظ على المنتوج متاحه هنا يلزم الدولة تتدخل بين المنتج حتى التاجر الجملة من بعد تاجر الجملة وتاجر التفسير هي مقنة ومعروفة هامش ربح قداش أما المضاربين يخدم يخدم في هذه المسارات الكبرى يقاطرة متاع الاسعار اللي هي قاعدة توجه في الاسعار وعندها مش ربح كبير وانتزيد القروض الشطط الكبير في القروض الخدمات البنكية اللي كل عام تزاد بنسبة 7% شطط كبير شو اللي تزاد ب7 فلمية؟ خدمات البنكية الخدمات البنكية عندها اكثر من 40 خدمة بنكية نشوف فاعل اكسطريبونكير وغيرها فبتي من الخدمات البنكية اللي هي فاعل شطط وشطط كبير أنت في تاريخ الفاعلية تعرف الموظف التوزي كل شهر قاعد كارثاك تتصب الشهرية نهار الجمع تاريخ الفاعلية متاعنا لاثنين هكذا ثلاث أيام أذوكم ندفعوهم نحن وخاصة للشهرية تبدأ ضعيف أنا لما تكلمت على 2400 مليار وقلت على قل البنوك التي تربح في أموال طائرة وخغيرية جاء الوقت رأوا الدولة في ضيقة مالية ورأوا البنوك التونسية إذا ما تساهم في 2400 قلت ولا ما قلتش صح شكون اللي قال لي لا هم الناس اللي يدفع على الحكومة وبالتالي السياسة النقدية شكون عملتها الحكومة وشكون اللي التفع بها أنا نقول السياسات الاقتصادية التي تعمل حكومها فما شكون ينتفع وشكونه وشكون لي وخاصر المواطن التونسي خاصر ولكن البنوك انتفعت في مدة خمس سنوات أو ست سنوات من هذا الميسا حر الكوبرة زيادة سينا أخي ما كانش في ميزانية 2018 كانوا يوظفوا عليها مواحد فصل كذا ووقفة لبيات وعركة كبيرة في ميزانية وقلت للفايدة على الدين 2400 سنابرك تتبرع البنوك وتقيم القفة مع الحكومة التونسية قال لي كيف تقول الكلم هذا هذا ما يجيش وغير منطقي معنا أنا وقت اللي أنا كمواطر يعني نتحمل السياسات خاطئة مثل الحكومة ووقت اللي أنا متذرر من السياسات ومن هو منتفع من السياسات وش مستعد أن يساهم فيه وطلقه شكون يدفع عليه يقولك لا ميجيش معنا نحن أنت نحن مستهلة كيغف قرضة استهلاك بعشرة ملايين بعد سبعة سنين يرجع أربعتاش المليون أربعين في المئة وين يهزهم العشرة ملايين يهزهم مساحة الكبرى اللي تربح في سبعين في المئة مع أنت ما عنده وين هار قاعد يخدم عمره كامل وصغر وواح يخدم كل شي على زوز من الناس على زوز كتاعة مساحات الكبرى والبنوك هذا كله شط أنت في الخرانة تعرف تاريخ الفاعلية درجة متاع الفوائد اللي فيها معانتها أنت كتصبلك شهرية تمشي وهنا المستهلك مش يعرف أنت كتصبلك شهرية تقول نتصبت لي شهرية تاريخ الفاعلية مش نهارتها بعد بنهاء معانتك تمشي تجبد أنت نهار الجمعة شهريتك تاريخ الفاعلية متاع نهار الاثنين عندك جمعة وسبت واحد واثنين أنت كتاخذ مثال بسيط وبش نعرف الضرارة بتاع تاريخ الفاعلية أنا عندي مليون فيدي مشيت لجيشيه في البنك صبيته صبيت مليون تاريخ الفاعلية متاع وغدوة مش لو أنا خارج من البنك مذات ما خرجتش من البنك على الجيشيه يكلمني ولدي قال لي بابا حاجتي بخمسمية نرجع قلوا بابا عتيني ماك المليون خمسمية الخمسمية نهارتها تاريخ الفاعلية متاعها وغدوة والمليون اللي صبيته خمسمية تاريخ الفاعلية متاع البارح لأنا ما عنديش فلوس والمليون اللي صبيته تاريخ متاعه وغدوة معانتها النهارين هذوق ياخذوا عليه نعم خلينا في الأخر سيد ذا نحكيه على الحلو اللي شنية رؤيتكم أنتما بالنسبة لكم أنتما لوقفها النزيف هذا خاصة أنت بلايخ نحكيه على مثال المنظمة الفلاحية حتى بيتها تعاية تقولي كاني وخيز هذا ما يساعدنيش الأسعار هذه ما تغطيش كلفة الإنتاج واني نحكي على ديناميكية الأسعار اللي في الأخر يذر منها المواتن في الأخير ونقولي كاني بالنسبة لأني نحسب كلفة الإنتاج نحسب هامش ربح ومبيع أنا خلي نكون واضح شوف أنا لا ألوم لا أهتي الحكومة وهي أنا نقول إرث في هذا التعالي سنوات كبيرة برشا وأختار زادرتك بتا في وقت حكمها نعم كي تحكي على قانون البنك المركزي توا 2016 أنا أعتقد الشي اللي قاعدين نعيشوا فيه هو نتيجة دي سياسات اقتصادية خاطئة مشينا فيهم أراه أنت كي تشوف توا الزيادات الأسعار على مستوى الأسعار الكل يعني سبب منتحها الأصلي هو السياسة اللي مريدنا لسعر أصرف بتا تراجع تقيمة الدينار التونسي أنت تشوف القستيج راي تجيب في الغاز من الخارج بأثمان قاعدة تزيد الصنات قاعدة تجيب في تجهيزات من البره كيف كيف بأثمان قاعدة تزيد كل المؤسسات العمومية اللي قاعدة تسجل في خسائر كبيرة راي تخسائر ابتداء من وقت اللي تراجع أقيمة الدينار التونسي وزيد اقتراض بالعمل للأجنة النامية وتلزل الحكومة بش تمشي تعمل اقتراض بالعمل السعب بضمان تعال الحكومة احنا كي الفاتور انت على الماء والدولة تقول المؤسسات العمومية كي مستاق والصنات هي تكونتها علاش هي مؤسسة عمومية كونتها الدولة لإصداء خدمات اجتماعية بأسعار اجتماعية لكن كيش نلخاو احنا توا الماء والذوء تلقى فيه التيفياء وتلقى فيه معاليم قارة ومعاليم تدرش نوة ومعاليم تدرش نوة وتجي انتي الكنسومسيون تاعك تاع 26 دينار يرجعوا هالك كفانتي بالسبعين بالثمانين وبالتسعين دينار ومعاليم التطهير نعم توا هالياقن توا الدولة بش تاخوه علي حاجات حياتية كيما الماء وكيما الظوء او تيفياء بش تنتفع هي بها خطر تيفياء ونفيدر كونت ما تعودش لشركة تاع الصناد ولا تالستيك هي تمشي مباشرة للوحدة علاوة على الأخطاء اللي موجودة على مستوى الفاتورات واللي قاعد يتحمل فيها المواطنة التونسي وخلصهم بعضا تفهموا يعني حقيقة مؤسسات عمومية اللي كانت في وقت من الأوقات مفخرة ورحمة للاقتصاد للمواطنة التونسي أصبحت الآن نقمة للمواطنة التونسي وحتى معناها عملية الدفاع على هذه المؤسسات واللي هي مكسب وطني معناها معناه اللي كان هي توا فاتورة تولي معناها قاعدة ترهق في المقدرة الشرائية للمواطنة التونسي وأسعار عالية وخيالية وتعجيزية وحدك يتمشي تولي الزيق تقول له يجدني فاتورة كبيرة لنحب نعم فاصلتها قوليك أخل الشيخ خمسين في المية تخلص يودي خوض انت شوية عندك يخوض خمسين في المية لكن السوند ليه تقول بتدفع توا وتدفع توا توا هما في ذايقة مليا شوف في ذايقة مليا للزوز هيدو وخسير كبيرة يودي ليدفع حتى عشرة في المية يخوض عليه انت نقص من الضيقة المليا انتعك ومن بعد يعني فما عدم مرونة في التعامل مع المواطنة التونسي بصورة كبيرة وكبيرة جدا أعتقد اسمها المؤسسات العومية موضوع لابد من فتح حوار كبير عليه لأنه علش لأنه مؤسسات قاعدة تسجل في خسائر كبيرة ولكنها قاعدة تعطي في أجور زهيدة على مستوى الموظفين وامتيازات كبيرة ما معناها ما يخلصوش الضو وما يخلصوش الماء وما يخلصوش الغاز وخي يتماشي للزجارة وخي يتماشي للدرشنوة وكذا وكذا يبقى تأميني عدد النظر حول هذه المنظومة سعر معناها لات وتاق بالنسبة للمواطنة التونسية تراكب الفاتورات ويجيوا ثلاثة واربع فاتورات ومن بعد يقصوش ويقصوه الماء ونحولو الكمتور في الوقت هذا وهنا نداء سيد الرئيس المدير العام للصنات بش معانتها المعاملات هذه نحيات كبيرة نحيو يقصو الماء على عائلة على خاطر ما خلصتش لو وقف عنده يمشي بالاربع بالخمسة مرات بش يخلص ومن نجم يخلص والله يحليله المواطن في الأخير لا معاناة معاناة كبيرة والله يحليله في أفضل وعلى ذلك التونس يحس روحه في غبن يحس روحه مقهوة في بلاده مقهوة شكرا لك سي لطفي الرياحية رئيس المنظمة النسية لأرشاد المستهرك شكرا لك سي ريضاش كونديلي الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي شكرا لكم على حسن المتابعة نتقابلوا غدوا إن شاء الله في نفس التوقيت لذلك الحين نترككم في رعاية الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة